في أربع أنماط من التربية أربع أساليب للتربية قل وهما أساليب لطيفة جدا جدا وليهم مسمايات وكل اسم منهم بيعبر عن النمط يعني كل اسم من الأنماط الأربعة دول بيعبر عن النمط اللي هو بيدل عليه هما أربعة واحد اسمه المتساهل التاني اسمه السلطوي السلطوي أو الدكتاتوري بالضبط كده يبقى متساهل سلطوي متجاهل مسؤول سلطوي متجاهل متساهل مسؤول يلا بينا اشرح لي اشرح لك طب يعني حفظتيهم سلطوي متجاهل متساهل مسؤول يلا ابتدي سلطوي يلا نبدأ بالسلطوي السلطوي ده اللي هو بتاع دوء اندونس وكلامه كله أوامر والحياة كلها ميري زوجة رجل مهمة زوجة رجل مهمة بالضبط كده مع مراده وولاده بالضبط كده ده كلامه كله عبارة عن أردس بيشخط، بيزعق، بينطر، ممكن الموضوع يصل لحد الإهانة والتجريح كمان. وبنشوف ده. وده بنشوف ده كتير. فاللي هو إيه؟ ودايماً السمت العام أو الأجواء العامة اللي تلاقيها محيطة بالأسرة دي أو بالبيت ده هو الخوف. رعب. الخوف. اللي هو ضبج إيه؟ أي طب ما ينجي؟ ده كان الطيب. طيب بتاعي. ما علينا مش عارب. ماشي. عزيزنا. النوع التاني. النوع التاني ده السلطوي. النوع التاني اللي هو المتجاهل. اللي هو اللي انت تكلمتي عنه من شوية. ده يجي الجلطة بقى. ده بتاع البنك. ده اللي هو الـ ATM اللي في البيت. ده مكبر دماغه من كل حاجة. ضرب الدنيا. يعني مش فرق معاقي حاجة. مش مهتم بعياله. ما بيسمع لهمش. ما بيتكلمش معهم. ما بيقعدش معهم. ما بيدهمش وقت. مش مهتم بأمورهم. قد يصل الأمر في بعض الأحيان إن هو ينسى أصلاً ولاده في سنة كان. المتجاهل ده خلي بالك تأثيره حتى على الست. بتبقى هي. يس. كرهت نفسها وكرهت قنستها ومش حاسة إن هي ست لأنه قردي برضو متجاهل الست. هو متجاهل في المردل. هو متجاهل في المردل. هو متجاهل بقى. لو الفاميلي بكل الممرز كل يعني أن sweetie مهم. يتيجي بقى يقولك من نب класс. من بأن. 하면서، من بالضبط من باحشق Lego. من ب användشقب عشانك then". وهو ده بيحصل الحقيقة. احنا بناشق على فكرة والله إفهش جاهز. الي館 إنتوا بتشقوا، بس على فكرة انتوا بتشقوا على فكرة بجد وأنا ما بقولش لأ ومش هقول لك إحنا بنشقى في البيت والله مش هدخل فلسطوانا اللي دمهت إيجي موضوع خلقة تانية دي آه لكن لا إنتوا بتشقوا بس عارف الرجل اللي بيدفع كتير واللي بيشقى كتير وحتى ماتاش بقى عشرين في المية إنه يسمع ولاده أو ياخدهم في حضنه بيضيع كل فلوسه إصرف مهما تصرف هيجبر يقولك إنت كنت فين وأنا زعلان إنت كنت فين وأنا بتخرج ومش وقف جنبي إنت كنت فين وأنا مفسوط وبالنجاحي وإنت مش موجود في حياتي مهما تصرف بالضبط الرعاية النفسية أهم كتير من الفلوس بالضبط موافق جدا فده النمط التاني اللي هو المتجاهل وإحنا كده قلنا السلطوي وقلنا المتجاهل فيه بقى النمط التالت اللي هو إيه اللي هو المتساهل المتساهل ده اللي هو إيه بقى اللي هو حاضر وطيب ونعم على كل حاجة حتى الحاجات اللي ممكن تكون أوفر وحتى الحاجات اللي ممكن تكون غلط ومضرة لولاده على شور ترم واللونج ترم فاللي هو إيه حاضر 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 طيب 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 طلبات الولاد كلها بلا استثناء مجابة واللي عايزينه بيعملوه فبيبقى بيخلق حالة من الفوضوية في البيت حالة من الفوضوية حالة من الفوضوية موجودة في البيت وعلى فكرة دايما كنت برضو بيسبب نسب طلاقة عالية جدا لأن الأم فجأة بتبقى مدية من صحتها وحياتها وشغلها عشان تربي زي ما شفنا كده في بداية الحالة كل أم بتبقى همها يبقى ولادها أحسن ولاد في الدني ويجي الأبي يعني أنا مسلا أقول مثال مش أنا يعني عموما مشاكل كتير بالجنة في البرنامج إن هي الأم تربي وتشد قوي على بنتاني تدخل رياضة وتلعب فريق وتيجي تقول لبابا أنا مش عايزة أوكي ما تروحيش هي تقول لها مفيش فلوس كتير في إيدك تروح لبابا حبيبتي عايزة كام خدي خدي مش مهام عايزة بتضيع شقاية وتعبي وعمري بس هو دايما يعني بيحصل من الراجل ماشي بيحصل من الراجل عشان الراجل أقول لك أنا ليه مش عشان إحنا ضد عشان الراجل بيبقى مشغول هو الراجل بيبقى مشغول بيبقى طول اليوم برا البيت فمش عايزة واجع الدماغ انت عايزة يا حبيبتي بتاعيتي ليه ممتك قالتلك لأ خلاص خد ياه ما تقول لهاش ليه بيشتروها بالفلوس بص خلينا أقول لك سواء كان يعني احنا الثلاث ألمات اللي قلناهم دول هما دول الثلاث ألمات الغير صحية سلطوي متجاهل متساهل الرابع بقى ففيه سلطوي ستة وراجل وفيه متساهل ستة وراجل على فكرة صح وفيه متجاهل ستة وراجل لا بس الستة تعرفش تجاهل عيالها تعرفش تجاهل مشاكل عيالها أبدا دي من النوادر بقى طب على فكرة ما فيه ستات بترمي ولادها وبتمشي فيه فيه بس من النوادر حالات ندرة بس الستة بقى لو شفتها ودخلت حياتها اللي رمت ولادها دول من كتر ما طيقت اسرف ما بصرفش اعمل ما بعملش طب أمشي في الشارع أكلم نفسي أكل عيالك دول منين اتصرفي في حقيقة القهر اللي بيخلي الستة ترفع أديها على مسؤولية ولادها القهر القهر فقط يا سادة يا رجال القهر فقط الأم نزلة بغريزة من عند ربنا هي كانت تعلمت يعني إيه رداعة ويعني إيه ولادها ويعني إيه تربية ده غريزة حب كده ماشية مع الشرايين كده لولادنا ما تيجي روح لنمط الأخير الصحي نقول لنمط الأخير احنا تقول لنا التلاتة اللي هم مش أحسن حاجة محا تعطينا روح للنمط الصحي الأخير النمط الصحي الأخير ده اللي هو اسمه النمط المسؤول يعني يبقى النمط المسؤول قبل ما نروح للمسؤول لأنه شكله كده كويس هتقول حاجة حلوة خلاص مع التلاتة اللي فاتوا مش كويسين يعني أكيد بيجب يفضل حاجة كويسة واضح كده هنروح فينا عن الراجل المسؤول النمط مش الراجل النمط المسؤول